مشاهدين الكرام للحديث أكثر عن إغلاق السوق السعودية نرحب بمحلل الأسواق المالية لأستاذ سعد أهلا وسهلا فيك أستاذ سعد تواجدك في 31 ديسمبر في نهاية هذا العام ونهاية التقويم المالي أهلا وسهلا فيك كل عام وانتب خير أهلا وسهلا حياكم الله وسهلا المشاهدين حقيقة يعني بعد انقطاع سنة كاملة أعود عن نهاية العام يعني عودا قميدا حتى يعني مناسبة بإذن الله تعالى ويكون عام إن شاء الله تعالى قادم ممتاز على الاقتصاد السعودي وعلى الملكة العربة السعودية بشكل عام والأمة العربية نعم ودنا نتحدث عن إغلاق اليوم وعن عام كامل عام مالي كامل 2019 أبرز التحركات الاقتصادية التي ساهمت في أحداث فرق يعني وتخطي نقطة 8400 نقطة يعني ممكن بعد الإجابة نتحدث عن توقعاتك حتى لـ 2020 بإذن الله أستاذ سعد جميل بالنسبة للسوق السعودي في عام 2019 حقيقة يعني مر بعدة أمور وتحولات كبيرة جدا ولو عدنا بالذاكرة قليلا يعني هيئة سوق المال عملت بشكل حقيقة جدي ورائع من خلال التشريعات التي وضعتها متوافقة مع رأي المملكة العربية السعودية التي تطلقها اسمها وليل عادها في ظه الله فبدأت العمل جبار حقيقة لأجل أن يكون السوق السعودي من ضمن الأسواق الناشية وبالفعل كان من ضمن التحولات الكبيرة في عام 2019 أن أصبح السوق السعودي من ضمن الأسواق الناشية على الفوتسي والمورغانستالي والستاندرانبورز كل هذه الأسواق الناشية أنضم لها السوق السعودي في عام واحد وهذا يعتبر حقيقة يعني ربما تكون بشكل نادر أن يكون في السوق واحد أن ينضم في جميع هذه الأسواق الناشية في سنتهم واحدة فبالتالي بدأ الضخ بشكل كبير من خلال الصناديق أو من خلال السيول الساكنة نصح التعبير وكانت على مراحل متدرجة سواء كان بالفوتسي أو المورغانستالي أو ستاندارات بوز فبقي مرحلة عندنا واحدة التي تكون شاء الله تعالى فيه الربع الأول مع عام 2020 على الفوتسي هذا يعتبر من الأمور المهمة جدا حقيقة وكانت أيضا تهيئة لأن هناك اكتتاب ضخم سيكون في السوق السعودي إلا وكتتاب أرامكو كما حصل في نهاية العام فلو نلاحظ نقطة تحول كبيرة بالنسبة للسوق السعودي أن يكون من ضمن أسواق الناشا وأن يكون هناك اكتتاب لأضخم شركة نفطية في العالم لشركة أرامكو وحقيقة اللي أراه إن شاء الله تعالى أن السوق السعودي يعتبر من الأسواق لأنها محط أنظار الأسواق العالمية أو نستطيع أن نقول مستثم الأجنبي بشكل عام سواء كان من خلال مؤشرات الأسواق الناشا أو حتى من خلال الصناديق فنقول إن شاء الله تعالى أن يكون هذا العام الجديد عام خير وبركة على السوق السعودي نعم هل تركيز النظر كما ذكرت أنه سيكون محط أنظار جميع العالم والمستثمرين خاصة الأجانب في العالم وأيضا عودة البعض إلى منصة التداول ممن تركوا هذه المنصة منذ فترة طويلة هل ترى اليوم توقعات أو حركة المؤشر في عام 2020 سيتخطى 9000 نقطة؟ طبعا السوق السعودي نقول في الفترة الماضية أو نقول في عام 2019 أو إذا أردنا أن نعود إلى السنوات الماضية نلاحظ السوق السعودي من عام تقريبا 2016 وهو يتدرج صعودا يعني في العام الماضي كان أغلاقنا السنوي عند مستويات تقريبا 7826 السنة هذه الآن نغلق عند 8389 يعني هناك تدرج أيضا في عام 2017 كان أغلاقنا عند 7200 تقريبا 26 إذن في تدرج صعودي وهذا يعتبر جيد حقيقة أنه يمكن فيه تصاعد في عملية الإغلاقات السنوية يعتبر إن شاء الله تعالى حركة إيجابية ودائما المتدوني عندما يرون التصاعد من خلال حركة السوق يبدأ هناك تفال عندهم بشكل كبير ولكن يعابع حقيقة على هذا التصاعد تناقص أحجام التداول يعني لو عدنا إلى عام 2016 كان أحجام التداول على السنة كاملة تقريبا 67 مليار في عام 2017 كان أحجام التداول 43 مليار في عام 2018 كان تقريبا 37 أو 38 مليار في هذا العام اللي نحن الآن فيه عام 2019 تقريبا 33 مليار فهناك تناقص في أحجام التداول حقيقة الأسعار طيب أستاذ ساعد ربما ارتفاع القيم السوقية لبعض الشركات كان في عام 2016 يعني الشركات بأسعار مغرية جدا لم خلال الاستثمار من خلال الأفراد أو حتى من خلال الصناديق فهذه كانت مغرية جدا عندما نرى الشركات يعني صعدت خلال ثلاث سنة وتقريبا 50-60% وبعض الشركات ربما 100% فيعتبر يعني شهية المستثمر تكون أقل عندما تتضاع في الأسعار فهذا طبيعي أن يكون هناك عملية انخفاض في أحجام التداول نقول إن شاء الله تعالى أن يتحسن وضع في الفترة القادمة في هذا العام 2019 نلاحظ أو نهاية العام هذا كان أعلى نقطة 9403 وكانت الأدنى التي هي 7396 فنلاحظ الآن الغلق يعتبر تقريبا في المنتصف وهذا جيد حقيقة أما بالنسبة للتوقعات للسوق السعودي فالذي أرى والله أعلم أن عام 2020 بإذن الله تعالى سيكون جيد على حركة السوق السعودي سيكون إن شاء الله تعالى اكتصائي جيد طبعا لا أتكلم عن ربع الأول ربما لأنه يرتبط أو يتزامن مع فترة إعلان الشركات لنهاية العام وربما يكون هناك بعض الشركات تكون أرباح أقل من التوقعات مثل القطاع مثلا البتروكيمويات بسبب الإعلانات الربعية ثلاثة الماضية لم تكن جيدة حقيقة شركة سابق وشركات الأخرى تابعة على القطاع فبتايا ربما يكون لها أثر نوعا ما ولكن كأس إثمار أرى أنها فرص إثمارية لأنها كقيمة سوقية تعتبر متدنية نرى سابق تهبط من مستوية تقليل 128 إلى مستوية 87 أو 86 يعتبر مضر جدا حقيقة بالنسبة للمستثمر وغير من الشركات الأخرى لكن للمستثمر ليست للمضارب الإغراءات ليست للمضاربين في السوق المالية السعودية ذكرت ما يعيب ربما السوق المالية السعودية لكن هناك بعض الذين ذكروا أيضا من المحللين ما يعيب ربما هو ليس بعيب للسوق المالية السعودية لكن ما يعيب التذبد في مؤشر السوق السعودي وهو وجود المضاربين بعدد كبير في السوق المالية السعودية طبعا السوق السعودي من بدأ المتداولي من عام 2003 و04 و05 طبعا كان سابق موجود ولكن اتضح بالنسبة للمتداولي وكثير من المتداولين لا يعرفون أن هناك سوق مالية وهناك مضاربات وتداول في أسواق المال إلا بعد أن حصل اكتتاب الاستيسي عام 2003 وبدأ المتداول ببناء المحافظ وفتح المحافظة الاستثمارية أو المضاربية بشكل عام فنسبة الأفراد عالية في السوق السعودي وإن كانت الفترة الأخيرة تقرير من الثلاثة واربع سنوات الماضية بدأت تتدرج أو تتدرجيا بسبب اشتراطات هيئة سوق المال بسبب الصناديق وشركات الوساطة افتتح بشكل كبير الآن يعني بدأ يتغير نمط السوق السعودي الفترة الحالية الآن الصناديق ارتفع عددها بالنسبة للأفراد وهذا جيد حقيقة هو الذي يعمل توازن للسوق أما إذا كان السوق يعمل بشكل أفراد فهذا حقيقة يعتبر غير جيد وجهة نظر لأن الأفراد المشكلة أنهم نستطيع أن نقول يعتمدوا على الحظ ممكن لا نقول الحظ ولكن نقول ربما التوصيات التي تخرج من وسائل التواصل الاجتماعي كتويتر وفيسبوك والواتساب وغيرا من وسائل التواصل الاجتماعي فدائما الفرد العاطفة عندها تكون عالية أما الصناديق فتعمل بشكل احترافي كبير فبالتالي لن يكون عندها ما يحصل بالنسبة للأفراد الأفراد ربما يتذبذف خلال ربع ريال نصف ريال ويبدأ بعملية البيوع وشراء أما الصناديق فلا بد أن تكون محافظة استثمارية على فترة العام كامل أو على الأقل حوال ثلاث أو ستة أشهر نعم إذن شكرا لك المحلل المالي الأستاذ سعد سعد شكرا لتواجدك معنا أهلا وسهلا فيك